الجهد او تعريف الجهد هو القوة المؤثرة على وحدة المساحة من مقطع الجسم عموديا على خط عمل القوة يعني القوة بتأثر على مساحة قوة بتأثر على المساحة المساحة بتاعة المنتج او الجسم اللي عندي نفترض ان انا عندي صاق معدني الصاق المعدني دوت مستدير القطاع او مربع او مسلس او اي شكل من الاشكال اثرت عليه قوة سواء القوة دي بالشد او الضغط ده بقول عليه اجهاد او جهد طيب الجهد عندي هنا بيسوي قوة على مساحة قوة مؤثرة على وحدة مساحة للجسم او للخامة اللي موجودة عندي طيب الجهد انا برمزله بالرمز جيم القوة عندي برمزله بالرمز واو عندي المساحة برمزله بالرمزحة طيب نشوف كده انواع الجهد اول حاجة عندي النوع الاولاني اللي هو جهد الشد طيب جهد الشد من اسمه هو ناتج عن تأثير قوة شد يعني انا عندي قوة شد بتأثر على الجسم ساق معدني اثرت عليه بقوة شد ربطته في منجلة واثرت عليه بقوة شد سواء سلكة او سواء خامة معدنية ده بقول عليه او اللي بينتج عنه بينتج عنه جهد الشد طيب جهد الشد المفروض ان انا برمزله بالرمز جيم شيد ده دلالة على ان الجهد الواقع على المنتج او على الخامة جهد الشد طيب بيسوي ايه جهد الشد بيسوي قوة اللي هي واو على مساحة اللي هي حا طيب الواو انبص الله ان هي قوة المؤسرة اللي هي قوة شد والمساحة طبعا اللي هي مساحة مقطع الجسم وتأثير القوة لازم يكون تأثير عمودي عشان نقدر نقول ان ده جهد طيب عندي بعد كده النوع التاني من الجهد اللي هو جهد الضغط من كلمة جهد الضغط او من المفهوم بتاع جهد الضغط هو نتج عن قوة ضغط طيب جهد الضغط بيساوي اللي هو جيم ضغط بيساوي واو على حا طيب الواو اللي هنا بتفرق عن النوع الاولاني اللي هو جهد الشد في ايه ان في جهد الشد بتبقى قوة شد انما بالنسبة لجهد الضغط بتبقى قوة ضغط قوة ضغطة على الجسم والمساحة اللي هي مساحة مقطع الجسم نفسه طيب نيجي نشوف النوع التالت من انواع الجهد هو جهد القص جهد القص من اسمه هو ناتج عن قوة قص لما يبقى عندي جزء معدني واثرت عليه بمقص او بقى لحدة عشان اقطعه ده بقول عليه جهد قص طيب لما اجي ابوص جهد القص الرمز بتاعه جيم قاف بيساوي واو برضو اللي هي القوة المؤسرة على حا اللي هي المساحة طيب الفرق بين الحا هنا والحا في النوعين الاوليني اللي هو جهد الشد وجهد الضغط ان في جهد الشد وجهد الضغط بيبقى تأثير على ساق معدني لكن بالنسبة الجهد القص بيبقى تأثير على المصمار المتصل اللي هو بيصل قطعتين المشغولة سواء مصمار برشام او مصمار الووز او كويلة دي حاجات بستخدمها للربط بين جزئين معدنيين القوة هنا ما بتبقاش موجودة على الجزئين المعدنيين القوة هنا بتبقى على المصمار او الشيء اللي بيصل ما بين القطعتين طيب يبقى جهد القص بيساوي اللي هو جيم قاف بيساوي واو على حا الواو اللي هي القوة المؤسرة اللي هي اللي بتأثر على الجسم والحا اللي هي مسحة مقطع المصمار وزي ما هنشوف الرسمة اللي جاية كده وصلت برشام عندي مكونة من قطعتين القطعة الاولى وادو القطعة التانية القطعتين دول انا بعمل عملية تأب فيهم واستخدم مصمار برشام عشان اقدر اوصل القطعتين ببعض دي وسيلة من وسائل الوصل بين المعادن عندي وسائل طبعا مختلفة واحنا عارفينها اللي هي سواء وصل دائم او وصل شبه دائم او وصل مؤقت انا عندي الوصل بالبرشام يعتبر شبه دائم لان انا ممكن استخدم البرشام وبعد فترة ممكن افك مصمار البرشام تمام عندي وصل دائم زي اللحام ففي بعض المنتجات ما ينفعش استخدم فيها غير البرشام فانا بستخدم هنا البرشام بيبقى عندي قطعتين وبعدين بجيب مصمار برشام المصمار البرشام دا اللي هو وسيلة الربط بين الخسطين او الجزئين المعدنيين طيب في الحالة دي لما يبقى عندي وصلة مكونة من خسطين ومكونة من مصمار برشام في الحالة دي انا بستخدم القانون الاولاني اللي هو اللي انا قلته اللي هو جود القص اللي هو جيم قاب بيساوها وعلحا طيب لو اختلف عندي عدد الخوص جود القص في الحالة التانية بيساوي ايه ابص لقي عندي جود القص بيساوها وعلحا في نون طيب اللي هو علحا في نون اللي زادت نون هنا لان النون دي عدد المسامير انا لما بستخدم خسطين ممكن استخدم مصمار برشام واحد لكن لو زاد عندي عدد الخوص زي ما انا هشوف كده او عدد اطراف الوصلة بحتاج ان انا اسبت الوصلة اكتر فبستخدم عدد مسامير اكتر تمام فهنا في الحالة دي انا بستخدم يعني عدد مسامير زيادة شوية للخوص في حالة خسطين مع زيادة عدد مسامير بيستخدم القانون اللي هو جيم قاف بيساوي وعلحا في نون طيب ده القانون التاني الجود القص القانون التالت لو زاد عدد الخوص عن اتنين عندي هنا جود القص بيساوي وعلحا في نون في سين زي ما احنا شايفين القانون طيب الفرق بين القانون ده والقانون اللي قابله اني انا زادت سين السين دي اللي هي عدد اطراف الوصلة نقص واحد اللي هي عدد مستويات القص بالنسبة للمصمار المصمار الوصل بين قطعتين المعدن اللي انا بوصلهم سواء خوص او اجزاء معدنية المصمار ده بيبقى متوصل بالقطعتين تأثير القوة هنا لما بأثر بالقوة بيبقى على المصمار مش على الخوصتين او على قطعتين المعدن لان الشد او الضغط القطعتين متسبتين بالمصمار يعني المصمار هو الواصل بين القطعتين في اي تأثير للقوة هيبقى على المصمار مش هيبقى على الخوص نفسها زي في حالات جهد الشد او جهد الضغط طيب فبص هنا لشكل لو عندي ثلاث خوص بوصل الثلاث خوص دول هيستخدم طبعا اكتر من مصمار فبالتالي هيبقى القانون عندي اللي هو جيم قاف بيساوي واو وعلحا في نون في سين تمام ده في حالة لو استخدمت اكتر من خسطين يبقى قلنا جود القص لثلاث قوانين القانون الاولاني جيم قاف بيساوي وعلحا بس لما بيستخدم خسطين ومصمار واحد طيب لما يزيد عدد المسامير استخدم القانون التاني اللي هو جيم قاف بيساوي وعلحا في نون في الحالة التالتة لو زادت عدد اطراف الوصلة باستخدم القانون التالت اللي هو بيقول لي وعلحا جيم قاف بتساوي وعلحا في نون في سين طيب نيجي للنوع التالت من انواع الجهد اللي هو جهد القص الصاقب من كلمة جهد القص الصاقب انه هو الهدف منه اجراء عملية سقبل المعدن ده بيستخدم مع الشرائح المعدنية لو عندي قطعة من الصاج او قطعة من النحاس او الالمونيوم شريحة والشريحة دي انا عايز اعمل فيها تفريغ سواء التفريغ ده كان تفريغ بشكل دايرة او مربع او مسلس او اي شكل من الاشكال الهندسية باستخدم في الحالة دي سنبك السنبك ده بيبقى واخد شكل القطاع اللي انا عايز افرغه يعني انا عايز افرغ فرغ مسلس باستخدم سنبك المقطع بتاعه مسلس عايز استخدم او عايز اعمل سقب يكون سقب مربع باستخدم سنبك السنبك ده بيبقى شكل المقطع بتاعه مربع بنفس المقاسات طبعا اللي باستخدمها اللي انا عايز افرغ بيها الشكل يبقى شكل المربع بنفس مقاسات السنبك اللي انا باستخدمها طيب جهد القص الساقب هنا برمز له بالرمز جيم قاف سيه الجيم قاف سيه جهد قص ساقب طيب بيسوي ايه جهد القص الصاقب جهد القص الصاقب عندي بيسوي واو برضو يعني قوة مؤسرة اقول ان اتفقنا في الاول ان الجهد يعني قوة على مساحة فهلاقي في الاربع قوانين بتاع الجهد الواو عامل اساسي يبقى الواو على ميم في ته الميم اللي هي محيط الصقب نفسه لان تأثير الجهد القص الصاقب بيبقى على الاطار الخارجي للشكل بتاعي اللي انا عايز افرغه ما بيبقاش على المساحة الداخلية للشكل يعني لو انا عندي مسلس المسلس طول دلعو 5 سنتي انا بشتغل على المحيط بتاع المسلس اللي هم الثلاث اضلاع بتاع المسلس ما بشتغلش على المساحة الداخلية بتاع المسلس في حالة جهد القص الايه الصاقب طبعا الواو اللي هي القوة المؤسرة الميم اللي هي محيط الصقب نفسه الته اللي هي السمك او التخانة تمام ممكن يبقى بالسنتيمتر المربع او بالملي متر المربع نشوف كده يمكن قياس الجهد بالوحدات الاتية الحالة الاولانية اللي هي طن على السنتيمتر المربع وحدة القوة بالطن ووحدة المساحة بالسنتيمتر الايه المربع نبص للحالة التانية لو انا عندي القوة بكيلو جرام والمساحة بالسنتيمتر الايه المربع الحالة التالتة لو انا عندي القوة بالكيلو جرام والمساحة بالمليمتر المربع طيب نشوف كده امثلة على الكلام اللي احنا قلناه على الجهد الشد اللي احنا قلناه في الاول بيقول لي مثال واحد شدد من الصلم قطره اربعة واثنين من عشر سنتي تؤثر عليه قوة شد مقدارها ستة واربعين طن اوجد جهد الشد الواقع عليه مقدرا بالكيلو جرام على المليمتر المربع يبقى في الحالة دي هو مديني مديني القطر بالسنتي ومديني القوة بالايه بالطن طيب هو طالب عندي ان انا اجيب الجهد بالكيلو جرام على السنتي متر الايه المربع في الحالة دي بعمل عملية تحويل للطن لايه لكيلو وبعمل عملية تحويل بالنسبة للقطر اللي عندي بدل ما هو بالسنتي هخليه بالملي طيب هعمل ايه هنا هجيب هنا اول حاجة القطر عندي اربعة واثنين من عشرة عشان احول من سنتي الملي بضرب في عشرة يبقى الاربعة واثنين من عشرة هتبقى اتنين واربعين ملي بالنسبة للقوة القوة بالطن ستة واربعين طن هضربها في الف عشان احولها لكيلو جرام هيبقى عندي ستة واربعين الف كيلو جرام دي اول حاجة بعملها ان انا ببص للوحدات اللي موجودة عندي في المسال او في المسألة الوحدات دي لازم ان انا اشتغل عليها اوحدها مع اللي هو طلبه مني طيب حولت الطن الكيلو وحولت السنتي الملي ابتدي اشتغل الحل عندي اول حاجة انا طبعا هو مديني قطر ومديني قوة مش مديني مساحة ومش مديني وعايز ايه ويطالب الجهد طيب من القطر ده اقدر اجيب المساحة لما يبقى عندي دايرة قطرها اربعة واثنين من عشرة عايز اجيب المساحة بتاعتها المساحة بتسوي طه نق تربيع المساحة بتسوي طه نق تربيع الطه عندي معروفة ان هي اتنين وعشرين على سبعة والقطر عندي هو مدهولي اتنين واربعين ملي انا عايز نص القطر يعني نص القطر نص اللي اتنين واربعين واحد وعشرين يبقى المساحة بتسوي اتنين وعشرين في واحد وعشرين في واحد وعشرين على سبعة طيب الناتج بتاع المساحة هيساوي ايه هيساوي 1386 ملي متر مربع يبقى دي مساحة الايه مساحة الشداد اللي انا عايز اجيب له الجهد طيب ننتقل للحاجة التانية اللي هي الجهد انا جبت المساحة وعندي القوة اقدر اقول ان جهد الشد بيساوي واو على حا تمام الواو عندي ب46 الف والحاو عندي 1386 اقسم ال46 الف على 1386 تمام هيديني جهد الشد ب33 و189 من الف كيلو جرام على الملي متر المربع وده المطلوب في المثال الاولاني يبقى انا اول حاجة بابدأ عشان احل المثال صح وعشان ابدأ صح ان انا اشوف هو طالب الجهد بالكيلو جرام او بالطن اقدر احول الوحدات اللي هو مدهاني الاول من طن الكيلو ده من نسبة للقوة وحول من سنت الملي بالنسبة للمساحة او للقطر اللي هو مدهاني اللي انا بستخدمه عشان اجيب منه المساحة نيجي كده نشوف مثال تاني مثال التاني بيقول لي علقت نجفة بوسطة مصورة قطاعها دائري قطره اتنين واربعة من عشر سنتي اثرت عليه قوة شد قدرها اربعين سوق لطن اوجد كل من جهد الشد ومحيط القطاع معنى ان انا عندي نجفة اتعلقت في مصورة او اتعلقت في جنش او اتعلقت في جزء معدني الجزء ده قطره عبارة عن دائرة الدائرة قطرها اثنين واربعة من عشر سنتي اثرت عليه قوة شد اللي هي القوة المؤسرة اربعين سوق لطن هو طالب عندي هنا جهد الشد وطالب محيط القطاع طيب بالنسبة الاول حاجة بعملها طبعا بطلع المعطيات اللي هو مدهاني هو مديني هنا القطر اثنين واربعة من عشر سنتي ومديني الواو اللي هي القوة باربعين طن هنا مش محتاج ان انا حاول زي المسألة اللي فاتت لان هو ما طلبش مني ان انا اشتغل بكيلو جرام على الملي او كيلو جرام على السنتي هو سابها المسألة بحلها بنفس الوحدات اللي موجودة عندي طيب اول حاجة بعملها انا عندي طبعا عشان اجيب الجهد لازم يتوفر عندي المساحة ويتوفر عندي القوة القوة موجودة اللي هي واو والمساحة مش موجودة اقدر اجيبها من القطر اللي هو مدهوني فبقول ان المساحة حا بتساوي طه نق تربيع لان دي عبارة عن دايرة مساحة الدايرة اللي هي طه نق تربيع طيب ابتدأ اقول ان حا بتساوي طبعا الطه اتنين وعشرين على سبعة بعمل شرط الكاس باكتب اتنين وعشرين فوق وسبعة تحت واضرب فيه نص القطر هو مديني القطر اتنين واربعة من عشر يعني نص القطر واحد واثنين من عشرة لما اضرب اتنين وعشرين في واحد واثنين من عشر في واحد واثنين من عشر على سبعة هيديني المساحة بتاعتي اللي هي اربعة وخمسمائة ستة وعشرين سنتيمتر ايه مربع دي الخطوة الاولانية في حال المسألة ان انا اجيب المساحة بعد ما بجيب المساحة اقدر ان انا اشتغل على المساحة والقوة اللي هو مدهاني عشان اجيب الجهد المطلوب اللي هو جهد الشد طيب جهد الشد بيساوي واو على حا تمام ابتدي اقول الواو عندي بكام باربعين سقل باربعين سقل طن او باربعين طن المساحة انا لسه جايبها اللي هي اربعة وخمسمائة ستة وعشرين من الف لما اقسم اربعين على اربعة وخمسمائة ستة وعشرين من الف الناتج عندي هيبقى تمانية وتمنمية اتنين وتلاتين من الف طن عالسنتيمتر المربع ده كده بالنسبة لجهد الشد اللي بيأثر على النجفة جهد الشد اللي مؤثر للقوة اللي بتأثر على النجفة هيبقى تمانية وتمنمية اتنين وتلاتين من الف طن عالسنتيمتر طيب هو طالب مطلوب تاني بالنسبة للمسال ده انه هو عايز محيط القطاع طيب محيط القطاع القطاع عبارة عن دايرة محيط الدايرة بيساوي ايه بيساوي بيساوي طه قاف طه قاف طه اللي هي النسبة التقريبية اللي هي موجودة عندي والقاف اللي هي القطر طيب نيجي بعد كده عندي مثال تالت شدت من الصلب قطاعه مربع طول ضلعه اربعة سنتي اثرت عليك قوة شد قدرها مية وخمسين سوك لكيلو جرام اوجد جهد الشد لو بصت لكل المسائل اللي فاتت هو بيديني القوة وبيديني طول الضلع بتاع الشكل اللي انا عايز اللي بيأثر عليه القوة لو عندي مربع طول ضلع اربعة او لو عندي دايرة بيديني قطرها لو عندي اي شكل بيديني معلومية اقدر اجيب منها المساحة بتاعتي عشان اقدر اقسم القوة على المساحة فيديني الناتج بتاعي اللي هو الجهد طيب شدت من الصلب قطاعه مربع طول ضلعه اربعة سنتي اثرت عليه قوة شد قدرها مية وخمسين سوك لكيلو جرام اوجد جهد الشد طيب في الحالة دي اول حاجة طبعا بعملها ان انا بجيب ايه بقول النجوة دي الشد بيساوي اوه على ايه علىها دا القانون الاساسي ابتدي اجيب بعد كده الايه المساحة الحق اللي هي مساحة الايه المربع حق بتساوي المربع عندي طول ضلعه اربعة سنتي هيبقى طول الضلع في نفسه يعني اربعة فاربعة اربعة فاربعة يعني مساحة المربع هتبقى ستاشر سنتيمتر مربع نيجي بعد كده للخطوة التانية انا جبت المساحة وعندي الايه وعندي القوة مدهاني من الاساس فبقسم القوة على المساحة القوة عندي مية وخمسين والمساحة عندي ستاشر سنتيمتر مربع هيديني الناتج عندي تسعة وتلتمية خمسة وسبعين من الف كيلو جرام على سنتيمتر الايه المربع طيب انا كده الجهد الشد اللي احنا شغالين عليه النهاردة عندي اشكال مختلفة ممكن نشتغل عليه عندي دايرة عندي مربع عندي مسلس عندي اشكال كتير جدا للقطاعات المعدنية ممكن استخدمها في الامثلة بتاعتي طيب نبص كده لو انا عندي مسلس المسلس المساحة بتاعته طول الضلع بتاعه مربع لو هو عندي مسلس متسول اضلاع مربع الضلع في المعامل حسابي المربع الضلع اللي هو طول الضلع في نفسه المعامل الحسابي بالنسبة للمسلس ربعمائة تلاتة وتلاتين من الف يختلف عن المربع المربع عندي المعامل الحسابي بتاعه واحد صحيح فبدرب طول الضلع في نفسه في واحد عشان كده لما باجي بمساحة المربع زي المثال ده قلت مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه طيب بالنسبة للدائرة الدائرة المساحة بتاعتها نق تربيع كل قوانين المساحات والمحيطات والمحيط اللي احنا خدناها في السنين اللي فاتت بنستخدمها في مادة الميكانيكا السندي عشان نبقى برضو عارفين ان المسائل بتاعت الجهد ممكن نجي لأي شكل اقدر اجيب المساحة بتاعته وفي بعض الحالات بيديني المحيط واقدر ان انا من المحيط استنتج طول الضلع او القطر عشان اقدر اجيب المساحة بتاعته طيب الاشكال المختلفة لو انا عندي مضلعات منتزمة لها حاجة اسمها المعامل الحسابي المعامل الحسابي ده الكل مضلع مختلف عن التاني يعني لو انا عندي مسلس متساوي الاضلع اضلع متساوية شرط المضلعات المتزمة ان الاضلع كلها تبقى متساوية اضلع متساوية يبقى عندي طول الضلع في نفسه في المعامل الحسابي بالنسبة للمسلس 433 من الف بالنسبة للمربع واحد صحيح بالنسبة للمخمس اللي هو المضلع شكل الخماسي واحد واثنين وسبعين من الف من مية بالنسبة للمسدس اتنين وستة من عشرة بالنسبة للمسبع سبعة وثلاثة وثمانين من مية بالنسبة للمسمن تمانية وثلاثة وستين من مية دي كلها مضلعات المنتزمة لو انا عايز اجيب المساحة بتاعتها بضرب مربع الضلع في المعامل الحسابي طيب بالنسبة للمحيط لو انا عايز اجيب محيط لاي مضلع منتزم اقدر ان انا اضرب طول الضلع في عدد الاضلع بتاعت يعني كمثال لو انا عندي مسلس من يساوي الاضلع المحيط بتاعه يساوي طول الضلع في عدد اضلع المسلس اللي هو 3 لو انا عايز اجيب مساحة المحيط المربع اقدر اضرب طول الضلع بتاع المربع في عدد اضلاعه اللي هو 4 لو اعايز اجيب المحيط بتاع المخمس بضرب طول الضلع في عدد الاضلاع اللي هم 5 لو المسادة سيبقى طول الضلع في 6 وهكذا المضلعات المنتزمة بالنسبة للمحيط بضرب طول الضلع في المعامل طول الضلع في عدد الاضلاع طيب بالنسبة للمساحة المضلعات المنتزمة بضرب مربع الضلع في المعامل حسابي زي ما احنا قلنا المعامل حسابي بيختلف من مضلع الاخر طيب نيجي نشوف بعد كده لو انا عندي مثال تاني يقول لي عمود من الخرصانة قطاعه مسلس متساوي الاضلع محيطه 21 سانتي اثرت علي قوة قدرها 50 سوق لكيلو جرام اوجد جهد الشد طيب في الحالة دي هو مديني المحيط بتاع المثلس 21 سانتي طيب محيطه 21 سانتي انا عندي هنا ال 21 اقدر اجيب منها طول الضلع بتاع المثلس زي ما احنا قلنا دلوقتي ان انا عندي المثلس المحيط بتاعه بيساوي طول الضلع في 3 طيب لما يبقى عندي 21 اقدر من ال 21 اجيب طول الضلع ان انا اقسم الواحد وعشرين على التلاتة هيديني طول ضلع المسلس اللي هو السبعة سنطر نشوف كده اول حاجة بعملها بجيب محيط المسلس بيساوي لام في تلاتة محيط المسلس بيساوي لام في تلاتة طيب المحيط عندي اقوم الدهوني واحد وعشرين الواحد وعشرين بتساوي لام في تلاتة اللي هو طول الضلع في عدد الاضلع طيب لما اجيب اللام يبقى بقسم الواحد وعشرين على ايه على التلاتة يعني هيديني سبعة سنطر طيب انا جبت كده محيط المسلس اقدر بعد كده اجيب من المحيط ده اخده واجيب المساحة علاقة المساحة بالمحيط ايه احنا قلنا بالنسبة للمسلس انا عندي المسلس المحيط بيساوي طوله الضلع في عدد الاضلع اللي هو تلاتة لكن بالنسبة للمربع بالنسبة للمسلس او للمربع او المضلع بيساوي ايه طول الضلع في المعامل مربع الضلع في المعامل الحسابي يعني بضرب طول الضلع في نفسه في المعامل الحسابي أنا طلعت الضلع بتاعي بسبعة يبقى هاجي هنا هقول سبعة في سبعة في المعامل الحسابي بتاع المسلس اللي هو ربعمية تلاتة وتلاتين من ألف طيب ربعمية تلاتة وتلاتين من ألف في سبعة في سبعة الناتجة عندي هنا هيديني المساحة بواحد وعشرين ومتين وسبعتاشر من ألف سنتيمتر مربع أنا كده جبت المساحة أقدر بعد كده من المساحة أقدر أجيب جهد الشد طيب جهد الشد زي ما احنا متفقين بيسوي واو على حا الواو عندي اللي هي القوة والحا اللي هي المساحة اللي أنا جبتها يعني جهد الشد بيساوي 50 على 21 و 217 من ألف اللي هو مساحة المضلع بتاعي طيب لما أقسم 50 على 21 و 217 النتج عندي هيبقى اتنين وتلتمية سبعة وخمسين من الف كيلو جرام على السنتيمتر المربع طيب احنا اتفقنا ان انا عندي وحدات للقوة ووحدات للمساحة وحدات القوة زي ما احنا قلنا الطن والكيلو جرام وحدات المساحة السنتيمتر المربع والمليمتر المربع هنا عندي القوة بالكيلو جرام والمساحة طلع بالسنتيمتر المربع لان طول الضلع بالسنتيمتر المرة طيب بالنسبة لجهد الضغط جهد الضغط ينشأ جهد الضغط او اجهاد الضغط عندما تؤثر قوة عمودية خارجية تؤدي الى تقصير المادة او الى ضغط جزئيتها بمعنى ايه بمعنى ان انا عندي قوة القوة دي ضغطة على المعدن او على المنتج بتاعي او على الخامة بتاعتي القوة الضغطة هنا بتؤدي الى انكماش المعدن طيب انكماش المعدن ناتج عن تأثير قوة ده بقول عليه جهد ضغط اللي هو كومبريسيف استريس طيب بينشأ جهد ضغط نتيجة قوة عمودية بتؤثر على الصاق المعدني او على مساحة المقطع بتاعة الصاق المعدني اللي انا بشتغل عليه او الخامة اللي انا بشتغل عليها ويقال ان في الحالة ديت بيقال ان المادة في حال الضغط والقوة المؤسرة هي قوة ضغط زي ما احنا اتفقنا ان انا عندي انواع للقوة قوة شد قوة ضغط قوة قص قوة قص صاقب هي كلها انواع قوة ولكن بتختلف لان هي بتختلف في النوع الجهد اللي هي مستخدمة فيه سواء جهد شد او جهد ضغط او جهد قص او جهد قص صاقب بيعتبر في الحالة ديت اه الجسم معرض لاجهاد ضغط وهي حالة عكسية لاجهاد الشد طيب نقدر نقول ان انا عندي انواع الجهد اللي احنا استغلمناها او اللي احنا قلناها عندي جهد شد بينشأ عن قوة شد عندي جهد ضغط بينشأ عن قوة ضغط عندي جهد قص بينشأ عن قوة قص طبعا اختلاف القوة هنا او مسمى القوة بيختلف عن من حالة الحالة على حسب القوة بتستخدم في ايه السادة في الشد يبقى قوة شد وسادة في قوة ضغط يبقى جهد ضغط وسادة في القص يبقى جهد قص بالنسبة لجهد القص الصاقب زي ما اتفعنا ان انا بعمل سقوب في المعدن كل خامة عندي اللي هي الخامات المعدنية الشراحة المعدنية اللي انا اقدر اعمل فيها سقوب سواء سقوب مربعة او مستديرة او مسلسة او ايا كان اه نوع السقب. الهدف او الغرض من ان انا اعمل السقوب دي ان انا استخدمها في عاملات التشغيل بتاعتي. طيب ما بقدرش اعمل السقوب دي بال بالمتقاب لان انا عايز شكل مختلف عن الدايرة مثلا. عايز مسلس عايز مربع فباستخدم صنبك. الصنبك ده بيكون الحد القاطع بتاعه اللي هو عبارة عن اه الشكل بتاع اللي انا عايزه سواء مسلس او مربع او اه شكل بيضاوي او اي شكل من الاشكال اللي انا اقدر هستخدمها عندي في حاجات اه المشغولات بتاعتي المشغولات المعدنية. اه بالنسبة للجهد زي ما احنا اتفقنا اربع انواع. اه بالنسبة للانفعال اللي هو الجزئية التانية في الباب دوت. اه الانفعال عندي تلات انواع. كلمة انفعال يعني ناتجة عن معدل او مسمى او او تعريف الانفعال هو معدل التغير في الطول بالنسبة للطول الاصل. طيب الانفعال عندي هنا بيبقى فيه تلات انواع النوع الاولاني اللي هو انفعال الشد. النوع التاني انفعال الضغط. النوع التالت انفعال القصة. طيب بالنسبة لانفعال الشد. انفعال الشد هو عبارة عن ساق معدني مثلا اثرت عليه بقوة شد. نتجة عن تأثير قوة الشد ان الساق المعدني ده استطال. حصل فيه استطالة. طيب معنى كلمة استطالة يبقى ده جهد شد نتجة عن شد للمعدن. طيب في الحالة دي انا عندي الانفعال بيساوي معدل التغير في الطول بالنسبة للطول الاصلي. يعني بيساوي دلتا لام على لام. طيب الدلتا لام اللي هي الطول الاصلي الطول الاصلي بيبقى عندي مثلا لو ساق معدني لام اه بعد ما اثرت عليه قوة شد بيصبح او بيتغير من لام للام شرطة اللي هو الطول بعد الزيادة لان طبعا قوة شد بتؤدي الى زيادة الايه الجزء المعدني. طيب في الحالة دي انا اقدر اجيب دلتا لام اللي هي التغير في الطول عن طريق ان انا اطرح الطول الاصلي من الطول بعد الزيادة. فالطول بعد الزيادة اللي هو لام شرطة بيساوي لام اه لام شرطة نقس لام بيديني الدلتا لام بتاعتي اللي هي مقدار التغير في الطول. لو انا عندي الطول مثلا قبل التشغيل كان خمسة سانتي اثرت عليه قوة شد بقى خمسة ونص. في الحالة دي عندي هنا اللام اللي هي الخمسة سانتي عند اللام شرطة اللي هي الخمسة ونص. في الحالة دي اقدر اجيب الدلتا لام بتساوي اللام شرطة اللي هي خمسة ونص نقس خمسة يعني بتساوي نص سانتي. طيب انا جبت هنا الدلتا لام اللي هي مقدار التغير في الطول. طيب مقدار التغير في الطول ده استخدمه ان انا اقسمه على الطول الاصلي عشان اقدر اجيب الانفعال بتاعي او قيمة الانفعال بتاعي اللي هو انفعال الشد. طيب في الحالة دي لو انا هقسم نص على خمسة هيبقى واحد من عشر. طيب الحالة انا جبت هنا جهد الانفعال بتاع الشد طلع واحد من ايه من عشر. طيب بالنسبة لجهد الضغط. جهد الضغط هو عملية عكسية لجهد الشد. هو جهد الضغط ناتج عن قوة ضغط. لو انا عندي ساق معدني طولها خمسة سنتي اثرت عليها بقوة ضغط قوة ضغطة. الساق المعدني دي هينتج عن تأثير القوة ان هي هتنكمش هيحصل فيها انكماش. الانكماش هنا مقدار الانكماش ده اللي هو الدلتالام اللي هو التغير في الايه في الطول. طيب لما يبقى عندي دلتالام بتساوي في الحالة دي هتساوي الطول الاصلي ناقص الطول بعد الانكماش لاني طبعا الطول ناقص او اللي عندي. فبطرح الطول بعد الانكماش من الطول الاصلي. فلو انا عندي الساق المعدني خمسة واثرت عليها بقوة ضغطة اصبحت اربعة ونص. في الحالة دي الدلتالام برضو هتساوي نص سنتي. في الحالة دي هقول ان الدلتالام على اللام اللي هي معدل تغير في الطول على الطول الاصلي هيديني الواحد من عشرة برضو بس هنا مع اختلاف ان ده انفعال انفعال ضغط في الحالة الاولانية كان انفعال ضغط كان انفعال شد. نأتي عن قوة شد حصل فيها استطالة للساق المعدني. مقدار الاستطالة او الفرق بين الساق المعدني قبل الشد وبعد الشد دي هي بقول عليها دلتالام. في الحالة في الحالة التانية اللي هو جود الضغط او انفعال الضغط في انفعال الضغط بيحصل ان الساق المعدني بينكمش. فالانكماش ده معناه انه حصل نقص في الطول الاصلي. النقص ده بقدر ان انا اجيبه عن طريق ان انا بطرح الطول بعد التأسير القوة اللي هو الطول اللي بقول عليه لام شرطة بطرحه من اللام بيديني المص سنتي اللي هو الفرق بين الخمسة والاربعة ونص. اه في كلتا الحالتين انا بقسم دلتا لام على لام. اه دلتا لام على لام اللي هي معدل تغير في الطول على الطول الاصل. سواء كان في حالة الشد او في حالة الايه الضغط. النوع التالت اللي هو انفعال القص. انفعال القص ده نوع ناتج عن اه عملية سابقة للقص. يعني بمعنى ايه? بمعنى ان انا عندي وصلة برشام مسلا. اه الوصلة دي متسبتة بمصمار برشام. اثرت عليها بقوة سواء قوة شد او قوة ضغط. فبينتج عن تأسير القوة دي ان المصمار هو اللي بيتعرض للقوة لان المصمار موجود بين القطعتين المعدن هو اللي بيصل القطعتين المعدن مع بعض. زي ما احنا شوفنا في الرسمة الاولانية في اه في جهود القص عندنا هنا. ان انا عندي اه بيبقى الجزئين معدنيين. ممكن اقول خواص. ممكن اقول اجزاء معدنية. اجزاء المعدنية دي بيثبتها عن طريق استخدام مصمار برشام او مصمار الووز مثلا ب بسامولة. لما اجي اثر بقوة شد بيحصل ان المصمار ده بيتعرض لقوة شد بين الخسطين. فبالتالي بيحصل له انحراف. الانحراف ده ان السجد بيبقى اوشك على ان هو يتقص. لما بزود القوة شوية بيصل المصمار ان هو ما يقدرش يتحمل القوة. فبيحصل في قص. فبينتج عن عملية الشد او الضغط للاجزاء المعدنية ان هو يحصل فيها اه اص للمصمار. في الحالة دي بقول ان ده انفعال اص. طيب انفعال الاص عندي هنا اه بيساوي اه سيتا في طه على مية وتمانين. سيتا اللي هي الزاوية اللي انحرف بيها المصمار. لان المصمار قبل ما بيحصل له عملية الاص بيحصل له عملية انحراف. الانحراف دي لها زاوية معينة. الزاوية دي بقول مسلا انحرف بزاوية ستة او بزاوية تمانية او ايا كان اه مقدار الزاوية. بقسم الزاوية بضربها في في طه واضرق وقسمها على مية وتمانين. يبقى سيتا في طه على مية وتمانين. ده انفعال الايه? انفعال الاص. طيب لما يجي اه احنا عندنا الجهد الشد زي ما احنا كنا متفقين اه ناتج عن قوة شد جهد اه والانفعال الشد ناتج عن اه قوة شد. انا اقدر اربط الجهد والانفعال مع بعض. الجهد والانفعال الكلام ده هنقضي ان شاء الله المرة الجاة بس بدي فكرة عنه ان انا عندي الجهد والانفعال مرتبطين ببعض اه انه هم اه في قانون القانون المرونة بيربط الجهد مع الانفعال. قانون المرونة اللي هو اه الرابط ما بين الجهد والانفعال ده موجود في الجهد اللي هو جيم وموجود في الانفعال اللي هو دلتا لام على لام وموجود في حاجة اسمها معامل المرونة. القانون او نص القانون بيقول ان انا عندي جيم في لام بتساوي دلتا لام ايه? في ايه? الجيم اللي هي الجهد اللام اللي هي الطول الاصلي للساق المعدني قبل عملية الانفعال. الدلتا لام اللي هو معدل التغير في الطول بالنسبة للساقل الساقل معدني لما بأثر عليه بقوة شد بيستطيل مقدار الاستطالة بقول عليه دلتا لام مقدار الانكماش بقول عليه دلتا لام سواء كان انفعال شد او انفعال ضغط في الحالتين اه دلتا لام اللي هي معدل التغير في الطول الاصلي. فانا عندي هنا بقول ان جيم في لام بتساوي دلتا لام في ايه. الجيم جهد اللام اللي هي طول الساق المعدني. الدلتا لام اللي هي معدل التغير في الطول والاي اللي هي المعامل المرونة. احنا النهاردة اتكلمنا عن الجهد بانواعه. الجهد عندي اه انواع او عريف الجهد هو القوة المؤسرة على وحدة المساحة من مقطع الجسم عموديا. اه انواع الجهد زي ما احنا قلنا جهد شد. اه جهد الشد برمزه بالرمز جيم شين. بيساوي اه قوة مؤسرة. اه قوة مؤسرة على وحدة مساحة لمقطع الجسم. يبقى الجيم شين بتساوي واو على حا. ايا كان نوع المقطع بتاع الساق المعدني اللي انا بأثر عليه. فعندي اللي هو الجهد الشد بيساوي القوة المؤسرة على المساحة بتاعت مقطع الايه? الساق المعدني او الجسم اللي انا بأثر عليه بقوة الشد. في الحالة دي يبقى جيم شين بتساوي واو على حا. اه النوع التاني اللي هو جهد الضغط جيم ضاد بتساوي واو على حا برضو مع اختلاف ان تأثير القوة في الحالة الاولانية هي قوة شد وفي الحالة التانية هي قوة ضغط. الاختلاف بين بين القانونين هو اختلاف في في مسمى القوة ولكن طريقة الحل واحدة ان انا بقول الجيم شين بيساوي على حا في الشد وبقول جيم ضاد بيساوي على حا في جهد الايه الضغط. طيب النوع الثالث اللي احنا اتكلمنا عنه برضو النهاردة اللي هو جهد القص اه اتفقنا ان انا عندي اه خوص معدنية او اجزاء معدنية الاجزاء دي عايز اوصلها بمصامير برشام لو انا استخدمت القطعتين اللي انا بوصلهم استخدمتهم بصمار برشام يبقى في الحالة دي باستخدم القانون الاولاني اللي هو بيقول لي ان جيم قاف بيساوي واو على حا طيب في الحالة دي انا عندي مساحة اللي هي حا بتختلف عن جهد الشد وجهد الضغط ان في جهد الشد وجهد الضغط بيبقى التأثير على ساق معدني او مقطع معدني لكن في الحالة التانية التأثير بيبقى على مساحة مقطع المصمار اللي انا باستخدمه في عملية الوصل للقطعتين فجهد القص بيبقى الحا هنا موجودة اللي هي مساحة مقطع المصمار او مساحة مقطع الجزء المعدني اللي انا باستخدمه في توصيل الخوص المعدنية ممكن استخدم مصمر برشام ممكن مصمر الووز ممكن استخدم في بعض الحالات في حاجة اسمها كويلة دي ممكن استخدمها لما بعمل عملية وصل لمسورتين مع بعض القطر المسورة الاولى اكبر من قطر المسورة التانية القطر الداخلي اكبر من القطر الخارجي للمسورة التانية وعايز اوصل المسورتين مع بعض واسبتهم مع بعض بحيث ان انا اقدر بعد كده فكهم باستخدم حاجة اسمها الكويلة كويلة دي ممكن تبقى مربعة القطاع او مستطيلة القطاع بعمل عملية تأب او تفريق او عمل سقب بشكل القطاع بتاع الكويلة اللي هو المربع او المستطيل في المصورتين وابتدي ادخل الجزء اللي هو المعدني اللي هو الكويلة بين المصورتين فتعمل عملية ربط بين المصورتين مع بعض دي بقول عليها عملية ربط باستخدام كويلة طيب احنا قلنا بالنسبة لجهد الضغط ان انا عندي ثلاث حالات لو انا عندي خسطين بس ومصمر واحد بقول ان جهد جهد القص جهد القص بيسوع وعلى حه في الحالة التانية لو انا عندي جهد القص بس بستخدم عدد مسامير اكبر من اكتر من مصمر واحد ففي الحالة دي القانون بيختلف ان انا بقول ان جهد القص بيسوع وعلى حه في نون زادت هنا النون لان النون دي تعتبر عدد مسامير البرشام اللي موجودة عندي في الوصل فده متغير جديد المتغير ده دخل على القانون بتاع جهد القص فغير الشكل من جيم قاف بيسوع وعلى حه فبقى جيم قاف بيسوع وعلى حه في نون في القانون التالت انا بستخدم اكتر من قطاع او اكتر من جزء للوصلة لو انا عندي ثلاث خوص او ثلاث اجزاء معدنية عايز اوصلهم ببعض ثلاث قطع معدنية بستخدم ليهم اكتر من مصمر وبالتالي هنا لما اجي اعمل عملية القص انا عندي المصمر هنا لو هو واصل بين قطعتين وشدت القطعتين كل قطعة بشدها في اتجاه عكس التاني او بضغط القطعتين كل قطعة بضغطها في اتجاه عكس التاني فتأسير القوة هنا بيبقى على ساق المصمر فبيحصلوا عملية قص طيب لو انا عندي خسطين المصمر هيتقص بين الخسطين مرة واحدة طيب لو زاد عدد الخوص هنا هيحصل ان انا عندي ثلاث خوص مثلا فالمصمر هيتقص مرتين فبقول ان انا عندي عدد مستويات القص بتاعة المصمر اللي هي برمزلة بالرمز سين فيبقى القانون عندي ان جوض القص بيساوى وعلى حاف نون في سين السين عدد مستويات القص بجيبها منين بقول ان عدد مستوى القص بيساوي عدد الخوص ناقص واحد طيب لو انا بوصل ثلاث خوص هطرح منهم واحد يبقى هيديني اتنين يعني معنى كده ان المصمار ده هتقص بين الوصلة هتقص في الوصلة مرتين مرة بين الخوصة الاولى والخوصة التانية وبره ومرة بين الخوصة التانية والخوصة التالتة طيب جهد القص هنا في الحالة دي بقول ان جيم قاف بتساويه على حف نون في سين بالنسبة للنوع التالت من انواع الجهد اللي هو جهد القص الصاقب من الاسم ان هو بيستخدم في عملية تقب او عمل سقوب للاجزاء المعدنية ايه شراح المعدنية لو انا عندي مثلا شريحة معدنية عايز اعمل فيها تقب التقب ده شكله مسلس او مربع او مستطيل او اي شكل غير شكل الدايرة في الغالب لان الدايرة طبعا بيستخدم لها المتقاب انما الاشكال المختلفة التانية بستخدم لها لايه الصنبك وبيكون الصنبك عندي هنا مساحة المقطع بتاعه بنفس الشكل اللي انا بستخدمه اللي هو بتاع الشكل اللي انا عايزه يعني لو انا عايز اعمل السوق بمثلس باستخدم صنبك بيكون المقطع بتاعه مسلس بالابعاد بتاعة المسلس اللي انا عايزه لو انا عايز اعمل سوق بمسلس طول ضلع المسلس هنا ثلاثة سنتي مثلا يبقى السوق السمبك بتاعي هيبقى مسلس اطوال اضلعه ثلاثة ثلاثة سنتي لو عايز اعمل مربع مثلا مربع طول ضلعه واحد سنتي يبقى هنا في الحالة هستخدم سمبك السمبك ده مساحة المقطع بتاعه عبارة عن مربع المربع ده طول ضلعه واحد سنتي طيب في الحالة دي انا بعمل عملية تأثير بقوة بقوة ضغطة على الصنبك ان انا بركب الصنبك فيه الاداية بتاعة الصق وبحط قطعة المشغولة على الجزء بتاع القعدة بتاعة الصنبك القعدة بتاعة الصنبك عندي بتبقى ورد نفس الشكل بتاع الايه الصقب اللي انا عايز اعمله فبالتالي لما بضغط عندي هنا بالصنبك الضغط بيؤثر على الجزء المعدني اللي هي الشريحة المعدنية لان عندي الصنبك زي ما اتفقنا انه هو عبارة عن صق معدني بيبقى الحد بتاعه قاطع بحيث انه هو يقدر يتغلغل في المعدن ويعمل عملية قصلي المحيط بتاع الصقب نفسه فبستخدم صنبك مثلا مسلس يبقى المسلس ده لما بحط قعدة القعدة بتبقى بنفس الشكل بحيث ان انا حط الشريحة المعدنية بين الصنبك وبحطها على القعدة لما بضغط الصنبك على القعدة فبيبتدي الصنبك ينزل يتغلغل في المعدن فبيعمل عملية قص وتفريغ للمعدن في المكان المحدد بالشكل المحدد او الشكل المطلوب اللي هو اه اتفقنا عليه في الاول انه هو الشكل المسلس لو انا عايز اعمل صقب مسلس لو عايز اعمل اي شكل ببقى بنفس الطريقة مع اختلاف ان انا بركب صنبك وقعدة مختلفين ده بالنسبة لجهد القص الصاقب اللي احنا قلنا عليه هو الهدف منه عملية التأب للاشكال اشكال معدنية في مسطحات معدنية سواء بقى المسطح ده عبارة عن صاج او عبارة عن نحاس او الامونيوم او اي خامة معدنية عايز اعمل فيها السقب بالشكل المعين فبستخدم صنبك معين وليه قعدة بنفس الشكل يبقى اتفاقنا ان احنا النهاردة اه خدنا اه انواع الجهد الاربعة النوع الاولاني جهد الشد برمزه بالرمز جمشين بيسوي واو على حه الواو القوة المؤسرة والحه اللي هي مساحة مقطع الشكل اللي انا بأثر عليه بالقوة النوع التاني اللي هو جهد الضغط بيسوي واو على حه برضو في الحالة دي القوة هنا عندي بتبقى قوة ضغط بتؤثر على مساحة المقطع بتاعت الشكل اللي انا عايز اأثر عليه اللي هو السقب المعدني ففي الحالة دي بيبقى تأثير القوة قوة ضغطة النوع التالت اللي هو جهد القص واتفقنا ان جهد القص ما بيقعش على الوصلات نفسها لكن بيقع على الخامة اللي انا بيستخدمها سواء مصمار برشام او مصمار على ووز للربط بين القطعتين وبعض في الحالة دي اه المصمار هو اللي بيحصل له عملية القص مش السقب المعدني او الاجزاء المعدنية اللي انا بوصلها اه طبعا اختلاف اه عدد الخوص واختلاف عدد المسامير بيختلف معهم القانون ان بيبقى في الحالة الاولينية لو عندي خسطين ومصمار بقول جي مقاف بيسوع وعلى حه وعلى حه في الحالة التانية لو انا عندي اه اه وصلة معدنية الوصلة المعدنية دي такت مكونة من مصمارين فبقول ان جي مقاف بيسوع على حفل نون الحالة التالتة لو انا عندي اه وصلة مكونة من ثلاث خوص بيستخدم اكتر من عدد من المصمار يبقى جي مقاف بيسوع على حفل نون في سين ده بالنسبة لايه لجهود القص جهود القص السقب ان انا باستخدم صنبك في عملية التفريغ بتاعة الشريحة المعدنية بالشكل اللي انا عايزه وبكده ان شاء الله نكون احنا اتكلمنا عن الجهد وانواعه اه واتكلمنا ادينا فكرة عن الانفعال اللي احنا ان شاء الله هناخده المرة الجاية اشكركم واترككم في رعاية الله وامني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته